بدأنا نشوف في الفترة اللي فاتت حركة في مسألة عودة البناء مرة تانية يعني كان بكلم ناس بقى برق قانون التصالح خالص أو برق المخالفات أو الكلام ناس معها رخصة رخصة مباني المباني كانت وقفة خصوصا في المدن الكبرى والكلام ده كله وكانت الدنيا وقفة بدأت الدنيا تفتح وناس اللي معها رخص عايزة تكمل وقف الأول تاني تالت مع رخصة مثلا ثمان تدوار عايزة يكمل فتفاجأ ان يجي يكمل لا اطلع على الحي والحي للمحافظة ومن لجنة لجنة ومن لجنة 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 اللجنة ما تجتمعش كل شهر لا تجتمع كل ثلاث شهور ولجنة تحلي لجنة فبالتالي حضرتك بتكلم على استثمار عقاري واقف قارك بتكلم على طيفة معمار بالملايين محتاجة تشتغل الناس دي هتعمل ايه؟ حق الله حق الله المباني في مصر مش واقفة زي ما الناس بتتكلم بالطريقة دي المجتمعات العمرانية كلها المباني فيها بنسبة 90% كل مدن المجتمعات العمرانية شغالة تمام طيب الاشكالية في ايه؟ اللي برضو احنا مش قادرين برضو نصل لنقطة توفقية مع الحكومة فيها اشكالية في عواصم ومراكز المحافظات مضبوط اوكي؟ صح الحدوتة ايه الحكاية؟ الحكاية ان انا النهاردة تعدادي السكاني بيتجاوز في معظم عواصم المحافظات معظمها مش كلها يعني مدينة مطروح ما فيهاش مشكلة فاضية واقف المباني فيها او تحدد لها يعني المنظومة اياها الغردقة الطور يعني فيه مدن لكن الداخل الخارجة مثلا في الوقت الجديد ماشي الحال ماشي الحال لكن عواصم معظم المحافظات كثيفة السكان والمراكز متجاوزة المعدلة العلمية للتعداد السكاني على الكيلومتر المربع صح تمام؟ تمام مختلف ناش التجاوز ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي اشكالية حقيقية في الطرق صح بالتبعية المرور وبالتبعية صرف الصح والمية والمية والقهرباء الى اخر ده اللي احنا كسكان بنشتكي منه ده اللي احنا بنشتكي منه ده بسبب ان العمارات كترت يجي النظام هنفترض ان احنا مشينا احنا كناس مش هنفضل قاعدين على طول كبرلمان وكحكومة النظام ده مشي وجاء نظام تاني اوكي؟ هيجي يلاقي ايه؟ هيجي يلاقي عالي جدا تعداد راهب جدا هيعمل ايه عشان؟ لازم هيحللهم يحللهم بايه؟ انه يعمل كباري زي ما احنا بنحاول نعمل يعمل محطات صرف يعمل يعمل هل انا عندي فقد؟ لا ولا عندي ارض اضربني عليها ده هاخد من الاراضي زراعية بس عندك حق بالضبط اه هروح اقترب فهنا الدولة الحكومة حطت عنوان ان اي عايزة ترشد هذي المسألة والتحكمة كان ممكن تيجي تقول ايه لا انا هوقف المباني خالص واخدت على حدك عشان كذا وكذا كذا لا هي حددتها قالت ان انا اللي كان بيطلع 12 دور لا اقصى حاجة تبقى اربعة دوار الى عرض الشرع كذا الى اخره حطت لها نظام النظام ده استسنت في القاتي المحاور الكبيرة والميادين اللي كل محافظ يقدم بيها حص للمجلس اقعد تخطيطه العمراني ياخد فيها تظليم ده الشرع ده عمومي ده الشرع ده رئيسي بطأ بقى ماشي بطأ بقى لا ومش بس بطأ بطأ يعني يعني غاية دلوقتي كان المفترض الكلام ده ايه يخلص فورا يعني يعني ليه لانها مش قصة ده انت النهار ده معظم المحافظات والاقلين فيها جماعات نزل للجماعات بتاعتك نزل مكاتب استشارية احصل للمحاور اعرض للمجلس اقعد تخطيطه العمراني يصدق ويفتح الحدوتة للناس متأخرين ما فتحتش متأخرين من لجنة لجنة انا بتكلم في فطبعا اصحاب الاراضي اللي على المحاور والميادين ارض مئة مليون جنيه ومئتين مليون جنيه شريحة وشريحة بناء على تصرف صحيح ايه هو انه هو راح لجهة الادارة قال لهم قبل ما اشتري اديني شهادة صلاحية للارض دي تطلع كام فقال له ارض وعشرة فراح شاري وحتى الرخصة ممكن تصدق وبعدهم واخدوا رخص ايه ما هي دي المشكلة انا نتكلم على المواطن اللي معاه رخصة في ايده بتقول له انت معاك تبني مبنى عشر تدوار وصل لغاية التاني والتالت ومش عارف يكمل دي اشكالية اشكالية كبيرة وما فيش مرة باطلع فيها وما فيش اجتماع بنجتمع فيه سواء على المستوى البرلمان او على مستوى الاجتماعات الشخصية مع زملائنا الوزراء ايه لو بنتكلم فيها انا الحقيقة مش عارف هي وقفة فين في المحليات لا 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 في المحافظات لا 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 ده شغل حكومة محليات مين المحليات مفعول بيه في هذه المسألة يعني ما هي اللجان موجودة في المحافظة لا يا فندم لا يا فندم هي مش في المحافظة هي ده انت بقى ارجع تاني بقى القصة تانية اللي هي ازاي اخد الرخصة هم عملوا لها منظومة كده الجامعة المركز التكنولوجي بتقدم فيه وهو يبعت للجامعة ده قصة بقى محاولة طيبة بنية حسنة جدا لمحاولة حوكمة استصدار ترخيص البناء وان انا ابعد عمر بيه واحمد وواعن ان هو يقع فريسة في لجان المحليات والفساد اللي موجود في الادارات الهندسية في المحليات فلجأ للجامعة منظومة الجامعة مش نكحة في ان هي تتوفي هذه المسألة فمحتاجة تطور تاني اللي انا عايزة بشارك فيه في منظومة الترخيص هو الموضوع ده لو شكينا يا أستاذ عمر شك الاول الاشتراطات البنائية وشك التاني بعد ما استوفي الشراطات البنائية تمام اخد الرخصة ازاي تمام في هنا بشرة اه اه في بشرة ان في عمل طب ممكن لتخليها بعد الفاصل اوي احاول حيب ابدأ مع الفاصل ناخد بس كده بريك بس ديئتين تلاتة ونرجع نشوف البشرة من وانس احمد سجيني اردوكم خليكم معنا